على مر العصور نشأت بنغازي وعمرها سكانها إلى جوار البحر فكان الماء مأمنا وغذاء وجف على شواطئها لتستحق لقب مدينة الملح اليوم بنغازي تغرق لكن ليس في البحر الذي أمينته دوما بل أغرقها الإهمال الذي سد مجاري الأمطار في طرقاتها وجعلتها زخات الشتاء التي اعتادتها دوما كارثة بيئية ومعطلة لدلاب الحياة اليومي في ثاني أكبر مدن البلاد الأسئلة حول البنية التحتية لبنغازي والدور الخدمي لمسؤوليها صغر يطرحها الشارع الذي اصدحال إلى برك تملأها المياه البنية فلا تصريف ولا نظافة ما جعل تنقل السكان البسيطة إلى أعمالهم وذهاب الأطفال إلى مدارسهم مهمة شاقة لم تفرق الأمطار بين منطقة وأخرى فغاصت السيارات في كل الشوارع وتحولت إلى قوارب بالنسبة لأصحابها الحلول الخدمية المستدامة تبقى هي المطلب الرئيسي لسكان المدينة الذين يعانون مع المواسم المختلفة فضلا عن مأساة تنظيف المدينة وتطويرها لتصبح بنغازي في مستوى ومظهر يليق بها وبمواطنيها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر